خلونا نروح لأخبار أخرى قداسة البابا يدشن كاتدرائية القديس ماري ماركوس الرسول بيفينيسيا مقر بطرياركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا دشنا صباح اليوم قداسة البابا تودرس كاتدرائية القديس ماري ماركوس الرسول بيفينيسيا التي افتتحها أمس معلنا أنها أصبحت مقرا لبطرياركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا شارك في صلوات التشين والقدس نيافة الأنبى دانيال مطران المعادي وتوابعها سكرتير المجمع المقدس و13 من أسقفة المجمع المقدس وأباء كهنى من مصر ووسط أوروبا ولندن والنمسا وميلانو